بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 76 مليار درهم مقارنة مع 72 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو نسبته 5.4% وفقا لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو وأظهرت الإحصاءات ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مايو الماضي بنسبة 22% لتصل إلى 14 مليار 750 مليون درهم مقارنة مع 11 مليار 800 مليون درهم لشهر ذاته من 2023 وسجلت صادرات الدولة إلى اليابان التي تشمل المنتجات النفطية خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي زيادة بأكثر من 4% لتصل إلى نحو 59 مليار 800 مليون درهم مقارنة مع 57 مليار 400 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي